السلام عليكم ورحمة الله الاخوات كديرين لباس عليكم ماش خباركم واحتى الاخوان احتى هما كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يلقاكم هدلا فيديو في احسن الظروف وفي تمام الصحة انتم وقع الناس اللي عزاز عليكم واخيرا قولوا لي على اسلامتك واخيرا رجعت الام حسناء القناة ديالها باش تحط لكم فيديوهات فيهم الافادة كيف مموال فين وهذا اول هدف القناة صراحة الغيبة ديالي دمت شهور وهاد شي ما كانش الخاطري اللي حسن العوان صراحة كم دي 8 مرحة من واحد الظروف اللي صعيبة بزاف ولي فيها ناس اشخاص عزاز عزاز على قلبي بزاف واللي اطر في الموت ديالهم بزاف ومع العلم ان الموت رح كنسمعوغي ناس برانيين يعني مثلا عرفوهم موالو رح كيبقوا فينا ولهذا دعواتنا جميع مع هاد الناس اللي يتوفوا لا من العائلة ديالنا ولا من غير العائلة ديالنا الاهم انهم يكونوا مسلمين الله يغفر ليهم ويرحمهم ويجعلهم من اهل جنة يا ربي اه اه واخيرا قولوا لي ينبروك قولوا لي ينبروك من بعد ما من بعد واحد التعب والعناء صافي ما بقيتش هملت القناة راكم غاد تردو البال هملت القناة بمعنى الكلمة من بعد ما تسنيت هاد هاد الكود هاد الكود هاد المشي بنا كاملين القنوات الصغرى اخيرا جا اه صراحة باقي ان شاء الله صاحب القنوات الصغرى اللي مشتركة معايا اه غادي نشارك معاكم يعني شنو قع لي فهد الكود هاد هادا اه صراحة مسافات تربع شهر عاد جاني هاد الكود نعود لكم بالتفاصيل ذاك الشي اللي وقع لي وكيف اجحتجاني هاد الكود وشنو درت ومزافتي الحويج وام شاء الله غي خليوا هاليا فلي كومنتر لكن كيهمكم الامر ان شاء الله بإذن الله نبارتاجي معاكم هاد الموضوع هاد والله يوفقكم جميع ووفقنا جميع ويرزقنا جميع يا ربي من حيث لا نحتسب ويكون رزقا حلالا يا ربي وميما البنات اليوم ان شاء الله بالنسبة المتتبعات الغالية على قلبي اللي كيخلوا لي ادوك التعاليق الرائعة الرائعة واللي صراحة صراحة مليك نقراها ما كنقولش يعني كين كين واحد الفئة اللي كتعطيك تعاليق اللي سيلبية كتعطيك تعاليق ولكن هاداك شي كله كيبقى وجهة نظر كنرحبو بقع التعاليق بالنسبة اللي كعطون لي تعاليق زوينا واللي كيلقاهم بانه مستفدوم الفيديوهات ديالي فتعاليقكم هي اللي اعطاتني الطاقة الايجابية باش نزيد نرجع نصور لانه صعيب باش توقفي واحد الفترة وتعودي تصوري من جديد را كأنك يحليتي قنات من جديد فكنشكركم بزاف وهذا شي كيدل بانه القلوب الصافية الطيبة للناس اللي اخلاقها عالية وطيبة رها ما زالة في الدنيا فالله يجزيكم بألف خير وما تبخلوش على رئيسكم بالكلمة الطيبة مع جاعة الناس اللي كتعرفوه فالكلمة الطيبة صدقة والله يغفر لنا جميع والله يهدينا جميع المهم اليوم ان شاء الله جيت نبارتاجي معكم هاد الخلات الكهربائي بحكم اننا على ابواب مقبلين ان شاء الله على شهر رمضان المبارك الله يبلغنا هاد الشهر الكريم بطولة العمر والصحة والغفران والتوبة يا رب المهم كنشريوا بزاف دك والاجهزة اللي كنكونوا محتاجينهم وكيني الناس اللي يا ايما يعني انا قدر الله تتخسر تهرسات بزاف دي الحواشكي بشي ويشريوا خلات جديد بحكم اننا في رمضان ما ممكنش نتغناء على هاد الخلات لانا يوميا انتي يخدم وانا هاد الخلات اخديته من بيم العام الفيت قبل رمضان تقريبا كانوا احطوه في شهر اللي قبل رمضان دي العام الفيت كنضن لبنات مهمة الدوش عالية لما كنتش دقيقة انا كان عقل قبل رمضان اخديته كنضن بمئة وثمانين درحمة 3600 ولقيته عند الباعة هكا على بره اللي يحطوه كعشوائيا على بره ولقيته في المحلات كينخوه هاد الخلات لان الناس كلها كتتقدى من توركيا وبيم معروف عليها انها في اسلعات توركيا فمشيغل هي اللي كتتقدات لها لان الناس كلها كتتقدى وبغتنا عديكم واحد معلومات شاملة على هاد الخلات قبل ما تاخدوه لانه رخيص يشجع الناس انهم ياخدوه تاخدو عليه فكرة وتعرفوا كيف حافظوا عليه المهم بالنسبة لهذا الخلات بعدها بالنسبة للواط فيها 400 واط ودائما البنات كان اكد بان قدم مكان اللي واط طالعين قدم مكان الجهاز يعني صحيح يعني الموتور ديالو يكون صحيح وقدم مكان تمان زايد وبنسبة لهذا فيها 400 واط مش تكونوا عارفين ماركة انتغنسيونال وبغت ناذر على الماركة يلا عندهم المادة عندهم الامكانيات الله يرزقنا جميع الله يزيدهم من فضله ياخدو الماركة اللي كتكون معروفة اللي هي مولينيكس انا في ناداري مولينيكس كتجيني احسن ماركة بالنسبة لهذا الخلات هذا انا في ناداري وممكن تختلفوا معي بالرأي لان عندي انا مولينيكس سنين هادي و هي عندي ما عمرها صراحة موقع لها هاتشي حاجة الا الكاس كيسيل الكاس دي البلاستيك دي لها كان كيسيل ولكن بدلت وشريت واحد خور الى بغيت نشاركه معاكم داك الشي ان شاء الله نشاركه معاكم و كانت عندي واحد اخر بدلت لها الموتور حتى الشي اللي بغيت نشاركه معاكم ان شاء الله اللي محتاج هذه المعلومات بغيت دعما انتك شوية سيغتمني كتصوري في فيديو كتبغيت تحطي شي حاجة زوينة تصوري بهذا بلي برادوي كون زوينين فقلت ديال الزاج عجبتني ديال الزاج قلت ناخد ديال الزاج عجبني المنظر ديالها و مع الكاس ديالها ديال الزاج ها هو كهز يطرون نص المهم بالنسبة لهاد الكاس فيها تقيل صراحة تقيل وهالمواس دياله عنده هاد الغطاية البلاستيك درت فيه سخون صراحة اجربت واحد المرة معامل العلم ان بعض الاخواز قلت تقليهم بسخونية انا درت فيه لصوص ديال ماطيشة كنزربانة درتها سخونة صراحة و طحنتها والحمد لله ما غنعودش نكرر هاد القادية لاننا نخاف لك ترتقلي و انا عزيز علي هاد الكاس صافي ما بقيتش صار حضرتها مره بحده ما نبقاش نعاودها اموين بالنسبة للكاس هو هادا بالنسبة لديال العطرية ها هي ديال العطرية هي اللي غنقول لكم عليها بالنسبة لديال العطرية ها تلقو هادي بيضة هادي رابط لتها البنات ديال العطرية هي هادي ما كتهدش صراحة ما كبيرةش بزاف هادي ديال العطرية عادي غير هو البنات ما تفوتوش النص وصلوا للنص حبس و ما تفوتوش النص فاش بغضتطحنوا فيها شي حاجة لان انا عمرتها عمرتها حتى للفم فاشوفوش نوقع لي ما هي عمرتها ما قدراتش الضور و التحردات كاعة من هنا التكالك لي من هنا كلها ما عطوش اتبان ليكم ولا لا مهم تكالت كاملة و مشيت بدلتها عند هادا كيس لحاد الاجهيزة بدار لي هاد البيضة هادي مهم هي هادي والله ما كدب عليكم البنات مش حلبش بدلتها وش تسعود دراهم ولا عشر دراهم بقيتش عقلة مهم كان رجلي خلصوا مهم هاد القادية هادي ما تعمروهاش دائما نخلي غير النص تحنو غير احد النص ما تفوتوش وبالنسبة للموتور ديالها هو هادا مهم هاي ماركة انتغنسيونال فيها الفيتس هاو فيها منصفر حتى الخمسة مهم هاد البيضة هادو خفاف مهم هاد البيضة هادو خفاف محون مجهدين هادو خفاف هنا ك peanut مريضة هنا على الي不起 occupied ستبقى وكتب يخسر فى أمت plates انت versions بلcap تصح走 سيأزاجها سعلى لابوکا احضرها كذن ضرحها تحتاج الى مولينيكس يتتحن كثيرا جاهزة خايفة ثانيا تحتاج الى المساعدة يتضع الاخر يتزحن الاخر تضحن المرتب لا تتغامر لا تتغامر لا تتغامر يتضحن الموتر يتضحن الموتر الموتور يسخن لكي تحفظ عليها دائما يكون رخاص رضروري و يكون لديهم سلبيات لذلك نطلقوه و تطحن قليلا و نجعلوها ترتاح لان وقعت انا مرة تطحنت بغرير و كتعرفوه بغرير كي بغيت تطحن مزيان فطلقتها و مشيت زعمق لتناصل الماء نتبقى بغرير اصحنت تطحن سخن و تدعونا الريحة و نستطيع ان تخلص نصفه بغرير و تدعونا عن حين الاماشين و نستطيع ان تكون في سطح العمل و نستطيع ان تكون مزيانة الامان و سلتم نهاية الفيديو وكنتمنىكم خفيفة طريفة على قلبكم وتكونوا استفتوا معايا وباقي ان شاء الله غنحط لكم فيديوهات اللي فيهم شروحات وحدة اخرى ودبع حاليا نقلب على باش نكون بغن ناخد لي ماشين ولكن باقي نقلب وان شاء الله هاد الشكاح اللي غدين ناخد رغن نشاركه معاكم يكفي انكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد وتستفدوا معايا ولي ما مشتركش بطبيعة الحال الى اشترك كنشكره وحط لي اللايك كنشكره هاتش اللي عندي ما نقول لكم وصلت نهاية لفيديوهات سودعكم الله والسلام عليكم